هذا ما تبقى من المستشفى الأكبر في الموصل بفعل الحرب التي لم تستثني نيرانها أي ركن من أركان المدينة أنقاض مستشفى ابن سينة كانت وجهة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني خلال زيارته الموصل في شهر آيار الماضي فهنا تم وضع حجر الأساس لعادة عمار المستشفى بعد مرور ست سنوات على انتهاء المعارك ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تغيير في الواقع الصحي الكارثي في نينوة فلا يزال الأطباء يواجهون الأمراض والأوبئة المتوطنة بغرف كارفانية تخلو من العلاجات والأجهزة الطبية بينما يؤكد السكان أن لا جدوى من مراجعة المستشفيات الموجودة لافتقارها إلى أبسط الأدوية نقص الأدوية وعدتها مريضة وعدناها مع المستشفى الخاصة والله ما عفوها المستشفى بالنسبة أدوية ماكوة طه حباية ما الضغط وتوامات سوية التفليسيات طه نص حباية قسموها وطه هي يعني ما لا أخذ من بابا ونجي والأدوية غالية يعني وتعود أبرز العوامل التي يحرم بسببها أبناء المحافظة من الخدمات الصحية إلى قلة التخصيصات المالية واستفحال الفساد الحكومي الذي ينخر مديرية صحة نينوى وبقية مؤسسات وزارة الصحة فأدرع الفساد كما يقول النائب عن نينوى نائف الشمري ما زالت تتحكم في المؤسسات الصحية كيفما تشاء وهو ما يجعل من العدام الخدمات الصحية وافتقار المستشفيات إلى أبسط العلاجات والمستزمات الطبية أمرا طبيعيا ولتيجة لذلك لم يجد المرضى في نينوى بديلا عن السفر إلى كردستان العراق وبغداد أو حتى دول الجوار لتلقي العلاج وأجراء العمليات الجراحية أما من لا يستطيع توفير تكاليف السفر والعلاج فعليه دفع ضريبة ذلك من تضار مصيره الحتمي في مستشفيات ينخرها الإهمال وشح العلاج وهو الأمر الذي تسبب بفقدان الكثير من المرضى حياتهم في مستشفيات المدينة التي تطفو على مئات الجثث ويحاصرها الموت من كل اتجاه